أعلنت محافظة سهاج عن استقبال شوى وصوى مع توريد الأقماع حتى الآن لـ 87151 طن موزعة على 16 موقع تخزينيا على مستوى المحافظة وأكد وكيل وزارة التموين محمد إبراهيم على تشديد الإجراءات وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماع كما أكد على التنصيق بين مدريات الزراعة والتموين ومباحث التموين بسهاج لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط التوريد وتكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماع وتوريدها إلى شوى وصوامع المحافظة ما زال لغاية الوقت الحصر شغال ما زال التوريد شغال الشوى المفتوحة العمل بيجري على قدم وثاق كل الموظفين كل اللجان الاستلام موجودة في موقعها الفرز بيتم أمام عين العميل لو في أي أقماع مخالفة بيتخذ الإجراء ضدها الحمد لله يعني ما فيش احنا بنزل الكل المعوقات أمام أي مزارع يتفضل يورد كميته أهلا وسهلا بيه ومستحقاته بتوصله خلال 48 ساعة من التوريد ما فيش مشكلة في الكلام دا خلص ما فيش مشكلة في الكلام دا خلص